السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان العرب في الجاهدية يوصون بما لديهم من أموال وخير للأبناء ويهملون الآباء والأقرباء وكانوا أحيانا من باب التفاخر يوصون للبعداء ويتركون الأقرباء فقراء ثم أتى نور الإسلام وأراد الله عز وجل أن يخرجهم من غيهم وضلالهم فأنزل قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين تعرف هذه الآية الكريمة بآية الوصية وكان الحكم فيها واجبا قبل تشريع الميراث فحفظت للوالدين والأقربين حقهم في الميراث ثم جاءت آية المواريث في صورة النساء فنسخت آية الوصية على أرجح الأقبال قال بذلك عبد الله بن عباس والحسن وقتادة وغيرهم وقد يسأل سائل ولماذا كل هذا؟ لماذا حكم الوصية ابتداءا ثم النسخ بآية المواريث؟ هذا من باب التدرج في الشريعة الإسلامية كما حدث في الصلاة والصيام والجهاد وتحريم الخمر فالتدرج في الأحكام الشرعية مطلوب من باب الرحمة والرأفة والمعرفة بالنفس البشرية الضعيفة فتحول حكم الوصية من الوجوب إلى الند والاستحسان في حق من لا يرث من الوالدين والأقربين وهل يمكن أن يحجب الوالدان عن الميراث؟ نعم بالتأكيد لأن الوالدين لا يرثون إن كانوا كفارا أو على غير دين الإسلام ولا يرثون أيضا إن كانوا في الرق والعبودية وهناك أيضا من الأقربين من حجب عن الميراث فماذا نفعل معهم؟ ندبنا الله عز وجل وأوصان بهؤلاء أن نوصلهم في حدود الثلث والثلث كثير كتب عليكم وفرد عليكم إذا حضر أحدكم مقدمات أسباب الموت كالمرض المشرف على الهلاك والشيخوخة لأنه إذا حضر الموت نفسه لا يستطيع الإنسان أن يكتب وصية ولا أن يفكر في مثل هذه الأمور فنهان الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم عن التأخير في كتابة وصية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق رئم مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده إن ترك خيرا والخير هو المال الكثير قال الله تعالى وإنه لحب الخير لشديد فجاءت خيرا نكرة للتكثير أي مالا كثيرا فإن كان ما تركه الإنسان قليلا فالورث أولى بذاك المال القليل الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف والمعروف هو العدل ومن العدل ألا تتجاوز الثلث جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعود سعد ابن أبي وقاس في مرضه ولم يكن له إلا ابن وحيده فقال سعد أوصي بمال كله فقال لا قال سعد فالشطري فقال لا قال فالثلث فقال الثلث والثلث كثير ثم قال صلى الله عليه وسلم إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكثفون الناس في أيديهم وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة ولذلك حبز عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه الوصية أن تكون في الربع حقا على المتقين وفرضا على المتقين وكان ذلك قبل نزول آية المواريث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية يوارث نسأل الله العظيم أن نكون من المتقين الذين لا يظلمون الأبناء ولا ينسون الآباء ولا الأقرباء جزاكم الله خيرا